بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سيكون درسنا عبارة عن إثراءات رقم واحد المقصود بإثراءات هي مراجعة دعوز سابقة تعرفنا عليها في الحصص الماضية كما عودناكم دائما في البداية لا بد أن نذكر أداب الدراسة عن بعد وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي نلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة التي يجب أن أجلسها في أثناء الحصة أما الصورة التي باللون الأحمر تعتبر جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة لأنها تؤذي عمودك الفقري أيضا مهم جدا أني أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح وأكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي الخطوات بطريقة صحيحة مع المعلمة أيضا من الآداب أني أتبع التعليمات بالتسلسل ما المقصود بالتسلسل هو الترتيب أو التدرج في الخطوات بحيث عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى أبدأ معها وقوم بتنفيذ الخطوة وعندما أنتهي أنتظر حتى تنتقل المعلمة إلى الخطوة الثانية بعدها أنتقل معها أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة في نشاط اليوم سنستخدم بعض الأدوات الحادة مثل المقاص والصمغ الكهربائي لذلك ستطلب المساعدة من ولي أمرك الذي بجانبك في الأخير وحافظ على نظافة المكان والملابس عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة التي استخدمتها أثناء النشاط الفني وعيد الأدوات لمكانها الصحيح وتأخلص من الأدوات المستهلكة التي استخدمتها أثناء النشاط الفني وأرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف هذا بالنسبة لأداب الدراسة عن بعد نأتي الآن إلى درس اليوم اليوم سوف نتعلم كيف نمثل شكل السمكة باستخدام قصصات ورق ملون هذا هو الشكل السمكة باستخدام الوراقة الملون إذن عندنا الهدف العام أن ينفذ الطالب وطالبة شكل السمكة باستخدام أوراق ملونة عندنا الأهداف التدريسية أن يذكر الطالب معنى كلمة كلاج ثم يذكر الطالب وطالب الخامات المستخدمة في الكلاج أوراق ملونة جرائد أصداف لؤلو الهدف رقم ثلاثة يقص الطالب الأوراق الملونة بشكل دائرة أما الهدف رقم أربعة أن يعدد الطالب والطالبة خطوات تصميم الكلاج الهدف رقم خمسة أن ينفذ الطالب والطالبة شكل السمكة باستخدام الورق الملون عرفنا الكلاج في دروس سابقة ما هو فن للكلاج أريد منك أن تذكر الإجابة لولي أمرك الذي بجانبك ما هو فن للكلاج أحسنتم هو فن تجميع الخامات والأدوات المختلفة ومستهلكة لإنتاج عمل فني جديد يعني مثلا غطاء علبة الماء أو غطاء علبة الأصير أنا أفتحها وأشرب العصير وأرميها في سلة المهملات هذا الغالب ما نسويه لكن أنا بإمكاني أستفيد من غطاء علبة الماء أو غطاء علبة الأصير في إنتاج عمل فني جديد مثل ما تلاحظون الآن عندي هنا في الصور استخدمت أغطيات إلى ببلاستيكية لتمثيل شكل الساعة إذن أنا أنتجت عمل فني جديد أيضا إمكاني أستخدم غطاء العبوات أو المشروبات الغازية لتزيين إطار سورة إذن هذا نسميه فن للكلاج إني أستخدم أدوات مستهلكة لإنتاج عمل فني جديد طيب ما هي الأدوات الممكن أن أستخدمها في فن الكلاج ليس شرطا فقط أني أستخدم أغطية العلبة البلاستيكية بإمكاني أستخدم أعواد الكبريت بإمكاني أستخدم الأوراق سوى البيضاء أو الملونة أيضا بإمكاني استخدام أوراق الشجر طبيعي أو الصناعي الصوف، الريش، قصصات الأوراق الجرائد والمجلات كرات القطن الملونة كل هذه أدوات أنا بإمكاني أستفيد منها في عملية الكلاج طيب طريقة تصميم الكلاج دائما في البداية لابد أن أعد التصميم بحيث أني أسأل نفسي ماذا سأصنع اليوم حددنا في بداية الحصة أننا سنصنع بقصاصات الوراق الملونة شكل ماذا؟ السمكة طيب الخطوة الثانية اللي هي انجهز الأدوات والخمات اللي رح نحتاج لها رح نحتاج قالب دائري، رح نحتاج قلم، مقص، صمغ، أوراق ملونة ويوم بلاستيكية الخطوة الثالثة والأخيرة اللي هي قص ولسق الخامات وفق التصميم اللي إحنا حددنا اللي هو شكل السمكة عملت هذا النموذج مسبقا قبل الحصة لتمثيل شكل السمكة باستخدام أوراق ملونة لاحظوا استخدمت لون أصفر، برتقالي، مثلت فقاعات الماء، أمواج البحر باستخدام اللون السماوي إذن هذا هو الشكل النهائي الذي سننتجه اليوم بإذن الله طيب، خلونا الآن نشوف الخطوة الأولى اللي هي الأدوات والخامات عندي أوراق ملونة أستخدم قوالب دائرية، عندي إحجام مختلفة، صغير، وسط وكبير أبدأ أستخدم القلم لرسم هذه الدوائر لتمثل اللي هو شكل الأمواج وفقاعات الماء مثل هذه الأمواج طيب، أبدأ أولاً برسم القوالب على الشكل الهندسي دائرة بأحجام مختلفة، حجم صغير وحجم كبير كلها باستخدام الشكل الهندسي دائرة حجم متوسط طيب، بعدها تأتي عملية ماذا؟ عملية القص أبدأ أقص هذه الدوائر اللي رسمتها أحاول وأنا أقص أتبع الخط اللي أنا رسمته باستخدام القالب حتى يصبح الشكل الهندسي بشكل صحيح طبعاً في هذه الخطوة تطلب المساعدة من ولي أمرك لأن المقص آلة حادة وليست آمنة لاستخدامها لوحدك هذه أول دائرة، الدائرة الثانية بإمكاني يستخدم ألوان مختلفة مثل ما سوينا في لون السمكة، اخترنا اللون الأصفر والبرتقالي أنت تختار الألوان اللي تحبها وتفضلها طبعاً عملت مسبقاً مجموعة من الدوائر قبل الحصة حتى نستفيد من الوقت وأستمر بالقص باتباع الخط المرسوم بهذه الطريقة بعدها أبدأ أثني الدائرة من المنتصف بهذه الطريقة أصبح عندي نصف دائرة هذه لتمثيل الأمواج نفس الطريقة السمكة دائرة بالحجم الكبير وأثنيها من المنتصف مرة أخرى من المنتصف أصبح عندي نصف دائرة طيب الآن أنا قبل الحصة مثلت مجموعة من الدوائر وقمت بثنيها من المنتصف اللي هو الشكل اللون الأحمر واللون الأصفر واللون السماوي لتمثيل أمواج البحر طيب خلونا الآن نأتي ونحضر كراسة الرسم وأبدأ بلصق اللي هي نفس شكل السمكة أستخدم اللون الأصفر واللون الأحمر أثبتها بهذه الطريقة إما أني أستخدم الصمغ الكهربائي أو أني أستخدم هذا الصمغ إذا لم يكن ولي أمرك بجانبك أستخدم هذا الصمغ لي لأنه أكثر أمان لك عزيزي الطالب وأبدأ بلصق طيب الآن أأتي للجزء الآخر ضيل السمكة أيضاً العيون البلاستيكية سأستخدمها لتمثيل شكل عين السمكة مثل الصورة السابقة سأستخدم الصمغ الكهربائي حتى تثبت أتأكد من ثباتها بعدها أبدأ أمثل أمواج البحر وفقاعات الماء بهذا الشكل والأمواج سأثبتها من الأسفل بهذه الطريقة سأستخدم سأستخدم الصمغ الكهربائي وأبدأ أثبت الأوراق لتمثيل شكل الأمواج لاحظوا هي عبارة عن دائرة لكن أنا بعدما ثنيتها أصبحت تمثل نصف الدائرة ورقة الأخرى تمثيل أمواج البحر أكمل بنفس الطريقة تبقى عندي اللي هي فقاعات الماء لاحظوا عندي الشكلين الشكل السابق هذا الشكل السابق وهذا الشكل الحالي اللي طبقناه اليوم طبعا مثل ما قلت تقدر تستخدم أي ألوان تحبها وتفضل هذا هو درسنا لليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزاء الطلاب والطالبات الآن جاء دورك حزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة في المنزل من خلال تمثيل رسومات مختلفة ليس فقط شكل السمكة باستخدام الأوراق الملونة لعمل فني جديد باستخدام أدوات مستهلكة ولا ننسى التقديم اللي هو التقديم الراجعة وعبارات التحفيز والثناء بإذن الله أراك بالحزة القادمة كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة